اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيت أهل الأدوار النهائية والأدوار التالية الصورة عندك في ملعب التتش الغيابات أبرز اللاعبة اللي موجودين إن شاء الله في المعصقة اللي بالتأكيد بعد التمرين مباشرة ريني فيلر هيعلن القائمة لتستعد لمباراة الترسنة وأيضا كمان لو تكلمنا عن الترسنة لو في استعدادات خاصة وفي حالة فنية أو قائمة اللاعبين لو عندك معلومات أيضا عن الترسنة يمكن من خلف تمرين النادي الأهل يمكن أبرز نجومه تهربة حسين الشحات محمد محمود بيشارك في المران يمكن على لطفي بيشارك يمكن تدريبات بدنية وليس تدريبات فنية ويبدو كده خلاص أن مصطفى شويرة وحجز حراسة المرمى غدا بكرة بإذن الله باتبناله التوفيق مصطفى حارس واعد شاب بكرة جميل نادي الأهل بكرة هتشوف بإذن الله مصطفى شويرة بسأل بإذن الله ربنا التوفيق يكون موفق ويظهر بالحالة اللي عليها مصطفى شويرة في التمرينات وفي مباريات اللي لعبها مع قطاع الناشئين يمكن زي ما قلت لك يمكن الكل بستعد لهذه المباراة غيابات النادي الأهل كتير بتتكلم في السولية أيمن أشرف الإقاف صابة رامي ربيعة أحمد الشيخ ما بيشاركش أيضا في مران اليوم عنده وجهاد عام وليد سلمان ما بيشاركش علي معلوم ما بيشاركش لعيبة كتيرة جدا ما بتشاركش في مران الأهل ويبدو أنها خارج هذه المباراة ولكن الأهل بمنحضر الأهل يمتلك زخيرة كبيرة جدا من اللاعبين من خلف أحمد فتحي العربي بدري محمد شوكري الباكليفت أحمد شوكري أيضا صانع لعب لعب مبشر جدا مجد يقفش أيضا موجود مصطفى شوبير حمز علاء موجودين في حراسة المرمى النادي الأهلي يمكن بمنحضروا بإذن الله يعملوا مباراة بكرة طليق باسم النادي الأهلي انت عارف الكاس دايما مفاجئات مفيش في اسمها حاجة فرقة صغيرة وفرقة كبيرة الترسنة في موقف لا يحصد عليه الترسنة يمكن بيلعب في مجموعة القاهرة والسويس في المركز الحادي عشر يمكن قبل الأخير يمكن موسم كارسي لنادي الترسنة ولكن مباراة الأهلي ليه حسابات غير بيقود طبعا الترسنة فنيا مدير فني من أبناء الترسنة من كابتن شاكر عبد الفتاح وبيعون طبعا كابتن على حساب الله وكابتن بهلول ومدير الكرة الكابتن حسامة بروك جهس الترسنوي خالص بيقود فريق الترسنة بعد الصدمات أو الموسم العسير لفريق الترسنة يمكن كان عندهم مباراة يوم السبت مع فريق الزرق وتعادل في ملعب طبعا الشازلي بهدف مقابل هدفه من قبله مباراة بتروجيت هزم سفر واحد نتائج على عكس العادة مع الترسنة ولكن عندهم أمل أن يقدموا عرض مشرف وعرض قوي أمام النادي لأهلي فيلر مركز النهاردة في مباراة الترسنة عمل محاضرة فيديو قبل المباراة حوالي عشر ده يتكلم فيه عن نقاط القوة والضعف لفريق الترسنة وفي مقارض الملعب أيضا عمل محاضرة على الصبورة بمراكز اللعبين اللي هبدأ بيها بكرة الراجل في التشكيل أو في التمرين النهاردة خافي التشكيل هلعب عليه التمرين مغلق تماما لكل مشاهدي أو الأعضاء الموجودة فيه النادي الأهلي التمرين بس مفتوح فقط وحصريا لشاشة قناة النادي الأهلي بكرة بإذن الله مباراة قوية تليه باسم الناديين اسم النادي الأهلي الكبير جدا والترسنة أيضا سالس الأندية حصولا على بطولات بعد الأهلي والزمالك هيكون سالسهم هو فريق الشوكيش أو فريق الترسنة زميلي شريف شعبامنا مرسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا من ملعب مختار التتش بجزيرة طمنتنا على الحالة الفنية والاستعداد لمباراة الترسنة وبالتأكيد استعداد ده مختلف إن شاء الله للمرحلة اللي جاية ونسأل الله التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي في المرحلة القادمة مباراة كأس مصر مباراة البطولة الإفريقية إن شاء الله الفترة الجاية تكون فيها أشياء إيجابية عشان ننهي الموسم بشكل أفضل بإذن الله